اشتركوا في القناة 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 في قضية معينة احنا كنحترموا استقلال القضاء وكنحترموا المحاكمة العاديلة كيمكن واحد الحكم مايروقش او مايرضيش واحد طرفه لكن تيبقى درجة الاستيناف وكيد درجة النقد بالنسبة لنا احنا احنا حماس الدحايا كجمعين مغربين حق الدحايا نحيي عاليا العمل الجيد والعمل الشجاع اللي كيقوم بيه السلطة القضائية والكثرة احكام ديالها باستقلالية وبضامير وباستبيق القانون بصفة عادلة الاشكالية هو ما بعض صدور الاحكام لاساف الاحكام في الشق المدني لا تنفذ نجد انفسنا امام متهمين يقومون بتهريب الاموال كما شفنا في ملف ديارب وعشرين هرب كل امواله وكتبها في اسم زوجاته وكذا وكذا ولم تجد دحايا الى حدود اليوم دحايا لم تجد اي سنتيم باش يدرهم اي سنتيم لتنفذ على ذلك الحكم وهنا كان طالبوا من خلال منابركم وقارعا لان الدولة الدخل ويكون واحد صندوق ديال تعويض دحايا على الاقل دحايا العنف ضد النساء ويتمول من طرف الرسوم القضائية من مختلف المساهمات المالية لانه لا يعقل نعطيكم امي مثال قانون تيجار بشار كيتكلم عن الادماج المهاني ويتكلم على الحق في الشغل ويتكلم على العلاج النفسي والدعم النفسي وهذا كله حبر على ورق القانون حبر على ورق لا يتم تنفذ اي شيء والقانون ما ممكنش القضاء بشي يطبق هات الشي لان هذا كتبق هات الشي ماشي داخل في السلطة القضاء يداخل في السلطات نفيذية في السلطات الادارية اللي خصت نفذ هاد القوانين هادو وتعطيه الدحايا حقوقهن كاملتان ورغم يمكن نشي والقانون رغم انه جيد مثلا القانون الجنائي ومسطرة جنائية ولكن يجب أن يدعم بواحد الميزانية يكون واحد البند في الميزانية ذي الحماية الضحايا الدولة كتقوم بجهودات ولكن الحكومة لازالت لم تفعل هذا القانون كنت حكومتي العادلة والتنمية السابقتين كنت كتحمل المتهم بو عشرين وراصلناها كدفاع ومقامتش بالدورة لازمت من هذا الحكومة اللي كان اعتقده انها حكومة ممكن تكون عنوانها الانصاف لهذا الضحايا هادو ونقول لكم رأي اللي كيقول لان هذا القضايا سياسية او انها مخدومة فهذا يريد حماية المتهمين ويريد الافلاتة من العقاب ويريد موت القانون دولة ديمقراطية كتناضل والمغريب دولة ديمقراطية كي يناضل باجل سيادة القانون ويتطبق على الجميع لا فرق بين صحفي ولا غيره وما عندناش مش جمال حصنات او دولة حصنات وإلا هاد الناس كيطالبوا لانهم يكونوا احراري تكبه جرائم ولا غير مسؤولين ويولي عنها ناس مسؤولين وغير مسؤولين وادان غايش الفاعلية ديzać القانون وما يبقى لا دلة قانون لا ديمقراطية لا تنمية عنوان الدولة ديمقراطية واحترام الشرعية هو سيادة القانون للجامع وبالتالي هاد النظرة الانتقامية او الانتقائية الضحايا من طرفها الجمعية ديل الغتصاب او جمعية اي الغتصاب او جمعية اي الارض رأى التصور ديالهم غير حقوقي ومستهجان لان الضحية تحتاجوا الى حماية. احنا كانوا احترموا حق المتهى وما كان شهروا شبه وما كان عيروه وما كان سبوه وما كان هينوه. ولكن خسات جمعيات هذه تحترم حقوق الضحايا. الضحايا اليوم تقولوا احكام مشكورة قام الدور دياله. ولكن رأى ذاك المعاناة. هذاك الوصم الاجتماعي كي تسمى في القانون. هادك التهميش. هادك الايهانات. فلا حماية الى اليوم منها. لا زال الضحايا المرحومة اه المرحومة راتفات. وفي قلبها غصة. ما كي لا تعويضات. ما كي لا دع من نفسي. لكي يندع في معنى ومنك بعد الضحايا كيمشون انتحار. ركس معتو الضحايا. الضحية ادم شنو قال. قال لك ماذا بعدها للحكم. واش غيرجع لمستقبالي. واش غيرجع لاعتباري. وتصور الناس. راه هاد دحايا راه في صفوف الاولاد المجتمع المغربي. هادو كنسميهم دحايا كسر جدار الصمس. دحايا مناهدة العنف. دحايا اه الافلات من العقاب. وتصبيق القانون. راه غدا يتعرض اخ ديالي او اخت ديالك او لعمة ديالك تعرض هاد دحايا يبقى وساكتين. غدا تنتشر الجرائم. ولكن لكل واحد شجعناهم على البوح. على انه منحقق الدستور الفصل مية وثمانتاش تقول حك تقاضي مضمون ودستوري. وعلى الجميع انتصف امام القضاء. وخصنا نشكره المؤسسة على الدور اللي كتقوم به. ماشي نقوله الدراس شي مفبرك ما غير مفبرك. اين هو وجه مفبرك به. وهاد الناس للاسف اللي كيدفعه له المتهمين المدانين. ما كينشوروش الاحكام باش الرأي العام يتطالع. كتلقى الملف في وسائل اثبات الالكترونية خبرة صوتية قضائية. كتلقى المتهمة رفضة يمشي حتى الخبرة. ويقولك لا ما كينش محاكمة عادلة. ما مشيتش الخبرة ايضا تقرر بان الصوت صوتك وان الجريمة تابتة. هاد الناس ملفات في مشاهدة الشهود. اللي ممكن يتلقنهم. هاد ملف في خبرة علمية محايدة ذات وتوقية ومصداقية عالية لا يدخلوا ايش ايش كنورتياب. والشي القضاء. رغم ان الخبرة دار خبرة قضائية. مونصيفة وجاتب. نتائج ارتكاب الجرم. مختلف. يعني هاد المحاكمة تبقى في معايير الدولية المحاكمة العادلة. ومن. واللي كي حاول تسويد وجه القضاء او السلطة القضائية او المؤسسات راه واهم. راه القانون فوق الجميع. والدولة ما يمكن تمشي الا باحترام سيادة القانون. وواهم من يظن انه انه بامكانه ان يمس الدولة او يمس نظام عام او يمس السمعة الحقوقية للبلاد بالترهات وبالاكاديب دي العشيرة والقبيلة. اشتركوا في القناة